اشتركوا في القناة يدخل الاهل المباراة بمعنويات مرتفعة ورغبة في تحقيق انتصار جديد في القارة السمراء التي يعد بلا منافس فارسها الاوحد واكثر انديتها حصدا للالقاب وصعودا على منصات التتويج وانهى الاهل الشوطى الاولى من موقعة المباراة النهائية بنجاح في القاهرة بعد الفوز بنتيجة اثنين واحد بعد مباراة قوية وعصيبة وامام منافس قوي هو حامل اللقب ويعد من ابرز الاندية على صعيد القارة في السنوات الاخيرة وتوجه الاهل الى المغرب امس على رأس بعثته الاسطورة محمود الخطيب رئيس النادي من اجل التواجد مع اللاعبين في هذه المواجهة المصيرية وتحفيزهم والحرص على الشد من ازرهم كما يتواجد مع البعثة عدد كبير من اعضاء مجلس ادارة النادي الاهلي الذين حرصوا على التواجد مع الفريق في هذه المهمة الصعبة واكتملت صفوف الاهلي قبل السفر بعودة الحارس الاساسي محمد الشناوي الذي يعول عليه كولر المدير الفني للفريق الكثير في مباراة العودة نظرا لخبراته القارية الكبيرة وحرص كولر على التحدث مع اللاعبين خلال الايام الاخيرة وتحفيزهم لهذه المباراة مشددا على ثقته الكاملة في امكانياتهم وقدرتهم على تحقيق نتيجة ايجابية في المغرب تقود المارض الاحمر للتتويج باللقب القاري الكبير وبدوره حضر محمود الخطيب رئيس النادي الميران الاخير للفريق واكد لللاعبين انهم قدموا مباراة كبيرة في الذهاب وانهم الافضل في القارة السمراء ولديه ثقة كبيرة في قدرتهم على حصد اللقب من قلب مركب محمد الخامس في المغرب